بسم الله الرحمن الرحيم أحضركم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 58 سلسلة شرح برنامج الميكروزوفت وورد وفي الفيديو ده هنشرح لحضراتكم الإسناد الترافوقي أو الكروس ريفرانس من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب الإسناد الترافوقي هو عبارة عن علامات مرجعية بتقدر أنك تستخدمها داخل الملف بتاعك علشان تسهل التنقل داخل الملف بتاعك كأنك بتحط روابط أو الانكات داخل الملف بتاعك طيب علشان نسهل فكرة الإسناد الترافوقي هنفتح لحضراتكم الصفحة داخل موسوعة وجبيديا الصفحة ديات حاليا لو تلاحظوا فيها مجموعة من العنوين والعنوين ديات لما هتنزل تحتها هتلاقيها موجودة عندك عنوين رئيسية داخل المقال لو أنت ضغط على أي عنوان منهم بيبدأ أنه ينقلك على العنوان ده لو نضغط على مكونات المجرة فاتح لمكونات المجرة فهو هنا بيسهل لك الوصول إلى الحاجات الموجودة لو نضغط على إصدارات إشارة الجامعة ظاهرت زي ما أنتوا شايفين الجزء ده هو اللي احنا نقصده من الإسناد الترافوقي واللي بنقدر من خلاله بأننا نوفر إمكانية للتنقل بسرعة داخل الملف وسهولة الإبحار داخل الملف حاليا إحنا هنعوز نعمل الكلام ده في ملف الوضع الإسناد الترافوقي له أكتر من شكل إحنا هنشرح الفكرة العامة بتاعته الإسناد الترافوقي علشان أعمله بدخل على قائمة ريفرانس وبعد كده هلاقي كروس ريفرانس في عندي أكتر من نوع من الإسناد الترافوقي إن أنا عايز مثلا أعمل الإسناد الترافوقي بأرقام تم ترقيمها أوتوماتيكيا داخل الملف أو كتابات تم إضافتها داخل الملف أو بوك مارك أو أي حاجة من الحاجات اللي موجودة عندك أنا هستخدمها بالأسهل البوك مارك طبعا البوك مارك شرحناها قبل كده في العلامات المرجعية أنا دلوقتي علشان أعمل البوك مارك هقوله ضيف لي هنا البوك مارك الأول لأن ده العنوان الأولين اللي عندي وبعد كده هقوله إيه الحاجة اللي أنت هتكتبها له هنا أنت هتكتب لي عنوان البوك مارك هتتأكد بأنه الخانة دي معلم عليها علامة صحة علشان يعمل لك رابط داخل الخانة دي هتعمل لها insert بعد كده هتنزل على التانية هتشوف إيه الرابط اللي عندك التيارات النفاثة هاجي أعمل لها insert والرابط التالت هحطه insert بعد كده هضغط على close لو حضراتكم ويفتوا على الكلمات دي هتلاحظ بأنه بيقول لك أنك تضغط على control زائد click علشان تقدر أنك تستخدم الرابط ده فهو هنا تعامل معاها كرابط عادي داخل الملف لو نضغط control و click هتلاحظ بأنه انتقل للملف control و click انتقل للعنوان التاني control و click انتقل للعنوان التالت طيب أنا دلوقتي عندي ملف وعايز أشوف إيه الاسندات الترافقية اللي أنا عملتها فيه اقدر بكل بساطة بأني اضغط على alt f9 هتلاحظ بأنه حول لك العمليات بتاعة الاسند الترافقي اللي موجود عندك في الملف بالشكل ده فتقدر انك تتعرف على اي اسند ترافقي موجود عندك طيب أنا عايز دلوقتي اخفي العلامة ديت هضغط برضو على alt f9 برضو تاني فهيخفيها طيب أنا عايز احذف الاسندات الترافقية بكل بساطة انت هتظل المحتوى بتاعها وهتضغط ديت ولكن عشان تتجنب انك تغلط اه وتحذف اي اسند ترافقي انت محتاجه تقدر ببساطة بأنك تظهر الاسندات الترافقية عن طريق ال alt f9 بعد كده تحذف الاسند الترافقي اللي انت عايزه علشان تتأكد بأن اللي انت هذفته هو الاسند الترافقي مش النص الاصلي اللي انت موجود عندك طبعا بعد ما تحذف الاسندات الترافقية اللي انت عايزها بتضغط على alt f9 علشان تخفي الاكواد بتاعت الاسندات الترافقية داخل الملف بتاعك وما تنساش دايما بأنك تحفظ الملف بتاعك بنشكر حضراتكم ونتمنى لجمع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة